فقدت ليبيا وثورة فبراير صباح اليوم قلما مناظلا وبطنيا عرف بنظاله وقلمه الحر ومناصرته للقضايا النبيلة المدون والصحفي أحمد هويدي صاحب الكلمة الحرة وفته المنية صباح الجمعة إثر لدغة عقرب سام باغته وهو نائم في فراشه لم يمهله طويلا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فطالما كان هويدي مناصرا لثورة فبراير بكتاباته ومناشيره عبر منصات التواصل الاجتماعي فكان مثالا يحتذا به للصحفي الحر الذي يقف حائطا ضد كل من يحاول أن يكيد ببلاده وفبراير وثوارها وبعد بدء الثورة المضادة ومحاولة الانقلابيين قمع الثورة كان هويدي ثابتا على قضيته ومبادئه في وقت قفز كثير من الصحفيين والإعلاميين ممن يدعون مناصرة فبراير إلى مركب الانقلابيين لأطماع مدية ودنيوية وبعد بدء مجرم الحرب حفتر حملته الانقلابية كان أحمد مناصرا لثوار بن غازي ودرنة بقلمه ينقل الحقيقة ويبين إجرام حفتر وميليشياته وفي عدوان حفتر على العاصمة كان أحمد مرة أخرى في الصفوف الأولى مع المقاتلين ينقل استبسال وشجاعة أبطال البركان في صدهم لعدوان الميليشيات الإرهابية ودفاعهم عن العاصمة فقد كان أحمد قلما حرا لا ثمن له نافح وناضل وجادل في الحق وعن الحق فكان مقاتلا في صف الحق لا يقل عن غيره من المجاهدين بالسلاح بفقد هويدي خسرت ليبيا قلما حرا شجاعة دافع عن القضية الشريفة والنبيلة رحم الله أحمد هويدي وجزاه الله عنا خير الجزاء